السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم من جديد الى برنامجكم من هدي القرآن ما زلنا نتأمل في صور القرآن الكريم نفتح كل صورة بحسب نزولها اليوم مع سادس سورة نزلت على قلب الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم انها سورة المسد بعد ان نزلت سورة العلق اولا ثم ثانيا سورة القلم ثم ثالثا سورة المدثر ثم رابعا سورة المزمل ثم خامسا سورة الفاتحة جاءت سادسا سورة المسد والاجواء التي نزلت فيها هذه السورة الكريمة كانت غريبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كلفه الله بتبليغ الدعوة راح يجمع اهل قريش القبيلة التي كانت حول مكة المكرمة وحول البيت العتيق كان من عدة العرب ان كل من اراد ان يزوف خبرا يخرج الى البطحاء مكان متسع ويصعد الى الجبل كما في عصرنا هذا من اراد ان يقيم تظاهرة او مظاهرة او مسيرة فانه يختار ساحة كبيرة ويصعد فوق مكان عالي مرتفع حتى يراه الناس ثم يستعمل اساليب الدعاية ليجمعهم ثم يخطب فيهم ثم يبلغ ما يريد ان يبلغ هذا معروف عند المنظمات والهيئات والجمعيات وغير ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا اميا لا يقرأ ولا يكتب وكان يتيم وكان فقير وكان راعي للغنم وكان يعيش حياة منعزلة عن الناس لكن الله تعالى حينما اصطفاه وبلغه سر الوجود واختاره لكي يكون قائد المرسلين وامام الغر المحجنين اودع فيه السر السر في ان اعطاه فصاحة وبلغه واعطاه قوة واعطاه جلد واعطاه صحة واعطاه عافية واعطاه الوحي الالهي لكي يبلغ فاذا بالنبي الكريم يفعل كما يفعل عموم الناس اذا ارادوا ان يوجهوا مجتمعا ذهب الى البطحاء مكان متسع وصعد فوق الجبل وقال واصباحا 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 ينادي هنا عن يمينه وعن شماله الناس كنظام قبل سمعوا هذا المنادي فجاءوا يخرجون رجالهم ونساؤهم كبارهم وصغارهم شيوخهم وذراريهم من الذي يخاطب وماذا يريد ان يقول هذا السيد الذي جاء يخاطب فلما تجمهروا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صبحكم الله ومساكم قالوا صبحك الله فقال لهم يا قوم اذا اخبرتكم بان هناك عير حول الوادي تريد ان تغير عليكم قافي لا تريد ان تهجم عليكم اكنتم مصدقي اذا جيتكم بخبر بان هناك عدو يتربص بكم يرد بكم الشر هل انتم مصدقي فكلهم قالوا ما جربنا عليك الكذب انت اذا قلت كلاما فكلامك صواب وكلامك حق انت عندنا كنت تسمى بالصادق والامين معروف بصدقك وامانتك قل ما عندك لن نكذبك ما الذي حدث فقال يا قوم اني جئت لكم بشيرا ونذيرا بين يدي عذاب أليم جئت ادعوكم لعبادة الله وحده لا شريك له وان تنبدوا ما دونه من الاوتان والاصنام وان لا تشركوا به شيئا وان تمنعوني وتقفوا بجنبي حتى ابلغ هذه الدعوة فبدأ الناس ينظر بعضهم الى بعض بحشب ما الذي يقول هذا الرجل فاذا بعمه وهو يسمى ابو لهب قام وقال يا محمد الى هذا جمعتنا تبا لك تبا لك وصار يقول هذه الكلمة ويكررها تبا لك من هنا ربنا عز وجل انزل هذه الصورة فانزل الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا دات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد هكذا نزلت هذه الصورة صورة المسد على ابي لهب من هو ابو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي الكريم يتمنى ان عمه يقف بجانبه ويكون ساعده الايمن لانه تربى في احضانه كان هناك عبد المطلب رجل فاضل ورجل حنون كان يحميه وكان يدافع عنه لكن العم التاني الذي هو ابو لهب رغم ان النبي الكريم عاش بين احضانه وترعرع بين عينيه ولكن انقلب على عقبه وسبقت له الشقاوة سبقت له الشقاوة بانه لم يكن من المحضوذين الذين يفتح الله قلبهم للايمان واليقين ابو لهب هذه تسمية كونه انه كان وجهه مذهبا من صفاته انه كان وجهه بابيض ومشريق وكأنه مذهبا يتلألأ وكان احول العينين وكان معجب بهندامه وبهيئته وله مال وفير وله بنات في بدء الامر اراد ان يزوج ولديه عتبة وعتيبة لبنات النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده الذكور لكن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كان عنده البنات عنده اربعة من البنات واثنين من الذكور صغار ومن بينهم رقية وام كلتوم في البدء خطب عتبة وعتيبة ابني ابو جهل خطب من النبي الكريم رقية وام كلتوم لماذا لان سيدنا النبي كان فقير وابو لهب كان غني فقال نتزوج بهما لكي نغدق عليهما مما عندنا من المال لكن حينما جاءت الدعوة فان ابا لهب غضب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفض ان يؤمن بل انه كان يشده من ثيابه ويقول اسمت يا محمد اياك ان تقول هذا الكلام انك انك تمس الهتنا بسوء اللات والعزة وهبل وتمس تجارتنا تجارتنا قائمة على شرب الخمر وعلى بيع الالهة وعلى البيوتات دوات الرايات الحمر التي فيها فساد وفيها رقص وموسيقات وغناء ومجوم كل هذا تحرمه وكل هذا تمنعه اذا كساد على اقتصادنا وكساد على مدخولنا دعوتك مرفوضة يا محمد ارجع لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسر على تبليغ الدعوة فكان يشكوه الى عمه الاخر ابو طالب ويقوله يا بني لا تكلفني ما لا اتيق لا تكلفني انهم سوف يأدونك فيقول يا عم والله لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه فكذا النبي الكريم قد تشرب نعمة الايمان واليقين وايقن بان الله معه وانه وجب ان يبلغ الرسالة رغم كل الاضضاد فابو جهل صار صار يتتبع ويتلقف خطوة النبي الكريم وصار يعذبه ويعدب من معه هذه الصورة يقول فيها الله سبحانه وتعالى تبت يد ابي لهب وتب لاحظ ما معنى تبت يعني خسئت وخابت وضلت تبت يد ابي لهب وتب كررها مرتين بمعنى امعانا في الخسران يعني يا ابا لهب يا من رفعت لواء محاربة الدعوة الاسلامية يا ابا لهب يا من عندك ايديولوجية مضادة للدين الاسلامي فان مشروعك فاشل وان دعوتك باطلة وان مآلك الى الخسران ربنا يقرر هذه القاعدة منذ البدء لم يسمح له بأي كلام آخر قرر هذه القاعدة النتيجة النهائية تبت يد ابي لهب وتب لما قال تبت يد ما معنى اليد هنا تبت اولا القرآن الكريم يقولها كثيرا لكل من فشل مشروعه هناك اناس يسعون الى التغيير والتشديد والتطور يحملون مشروعا معينا مشروعا مجتمعيا لكن المشروع المجتمعي اذا كان منقطعا عن رسالة السماء فحكمه البوار وحكمه الباطل وكثيرا القرآن الكريم يحكي لنا عن اناس قاموا بمشاريع اصلاحية او مجتمعية وذهبت سدى من بينهم مثلا فرعون الذي قال فيه وما كيد فرعون الا في تباب وما كيد فرعون الا في تباب كيده انه كان عنده مشروع لكي يغير الواقع الاجتماعي ويكرس افكاره وما تجل به قريحته من تشريعات وقوانين مضادة للفطرة الانسانية فربنا قرر منذ البدء وما كيد فرعون الا في تباب فكان فرعون من الغرقى ومن الهالكين ربنا هنا يحكي عن ابي لهب منذ البدء بان مشروعه فاشل تبت يده اليد هنا ما المقصود بها ليس هي اليد الجارحة وانما ما سخره ابو لهب ومن يكون معه من وسائل لمحاربة الدعوة لانه لم يكن يحاربها باليد الجارحة انه بالعراق او بالتدافع لا عنده وسائل وكل عصر له وسائله مثل عصرنا هذا هناك وسائل وسائل ضغط اما وسائل تكنولوجية او قنوات فضائية او مواقع للتواصل الاجتماعي او هناك قدرة على تجميع الجماهير ودفعها للتجمهر نحو المؤسسات الحكومية للمطالبة باشياء معينة هذه تسمى الاليات اللوجيستيكية فكلمة اليد ترمز الى القدرة والقوة تبت يده ابي لذب وتب ابي لهب لماذا قال ابو لهب واسمه ابو العزة ابن عبد المطلب اسمه الحقيقي عبد العزة ابن عبد المطلب فلماذا قال ابو لهب ابو هو ابو الفكر المضاد هناك فكر عبر التاريخ له اباء وله اولياء وله ضهقنة وله قيادات وله زعامات فسمه ابو ابو الكفر والعياد بالله ابو لهب واللهب اصلا لان كان وجه مشرق وكان مذهبه وايضا لان الله تعالى توعاده بالنار والنار من لهب النار فيها اللهب فيها الحريق فيها البريقة فقال تبت يده ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب كان يفتخر بان عنده المال عنده مال كثير عنده تجارة من اين كان يكتسب هذا المال من بيع الالهة كان عنده نحاتين ينحتون الالهة ويبيعونها حول الكعبة وكان عنده حانة لشرب الخمور يروش في هذا المشروب وعنده ايضا نوادي ملاهي فيها نساء ورقص وفيها علاقات غير شرعية وكل ذلك يدر عليه المال ثم عنده قوافل للبيع والتجارة فكان عنده تعدد في المداخل جمع مالا وفيرا فلما اخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بان ابا لذب هدده الله تعالى بله بالنار قال يا محمد اتهددني بالنار يوم القيام التي تزعم انه سوف يكون حتى اذا كان سوف افتدي بمالي وافتدي بتروتي وافتدي بكل ما كسبت انا عندي اموال طائلة عندي ارصدة وعندي قدرات وحتى لو كان هناك قيامة كما تزعم ونشور وحساب وملائكة وجنة ونار سوف افتدي نفسي هناك الفدية بهذا المال الوفير الذي عندي فقال له القرآن الكريم ما اغنى عنه ماله وما كسب هذا المال لن لن تنعم به هذا المال سوف يضيع منك ولن تستفيد منه وكل ما كسبته من حطوة ومن علاقات وسلطة وغير كل دلك لن ينفعك لانك حاربت الخالق وكل من حارب الخالق فان الله تعالى سوف يعاقبه الغريب ايها الاحباب الكرام ان هذه السورة ما فيها اسم الجلالة جميع سور القرآن الكريم فيها اسم الجلالة اما اسم الالوهية او الربوبية او الاسماء والصفات مثل نقول الحمد لله لله ربي العالمين الرحمن الرحيم هذه اسماء جلال واسماء جمال وايضا اي سورة قل هو الله احد قل اعود بربي الفلق في كل سورة هناك اسم الجلال الله لا اله الا هو هذه السورة ما فيهاش اسم جلال هذه السورة تنتفي من اسم الجلال وكأن الله غضبان على هذا الرجل الذي يتحدى دعوته ولم يذكر اسمه اطلاقا سبحانه وتعالى تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ربنا عز وجل يهدده ويقول ان مصيرك يا من تعادي الدعوة ويا من تقف في وجه الاصلاح فان مصيرك هو النار سيصلى نارا ذات لهب لاحظوا هو اسمه ابو لهب والنار ذات لهب انظروا الى التعبير القرآني لكي يبين بانه سوف يعاقب من جنس ما اكرمه الله هو في البدء اعطاه الله صورة جميلة رغم انه كان احول لكن صورته كانت جميلة كان يقال وجه وضيء وشعره ولحيته كانت فيها بريقة مذهبة تتلألأ فعوض ان يحمد الله على هذه النعم هو تكبر وتجبر فاعطاه الله هذا الجزاء سيصلى نارا ذات لهب سيصلى بمعنى جميع جوانبه الجوانب يوم يحمى عليها في النار فتقوى بها جباههم وجنوبهم سيصلى نارا ذات لهب وامرأته لم يكن بمفرده ابو لهب الذي يقوم بإداية النبي الكريم وإنما كانت زوجته واسمها أم جميل أم جميل كانت زعيمة أبا لهب في الكفر والعياد بالله وكانت مؤازرة له فأول ما سمعت بالدعوة كانت قد سبقتها الشقاوة ولم يطبع ربنا عز وجل على قلبها بالإيمان أول شيء فكرت فيه هو أنها طردت بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كالتوم لكانوا في بيتها يلا اخطبوا مولدها عتبة وعتيبة قلت لهم هارضاتي طلق بنات النبي فطلق كل منهما بنت النبي قالوا حتى يتقل كاهله وحتى يعاب لأن الرجل لأن الرجل تطلق البنت وترجع عليه كيشعر بالانهزام وكيشعر بالانكسار فأرادوا أن يذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق بنيته فجاءت أم كالتوم تبكي وتطرق الباب وخلفها رقية وقال يا أبانا لقد طلقانا فالنبي الكريم عنقهما وقال ربنا عليه العوض وربنا عوض فيما بعد كل واحدة منهن ربنا رزقها زوجا صالحا مصلحا مباركا من جيل الصحابة من أهل القرآن الفريد أم جميل هذه بدأت تبدل عداوة للنبي الكريم فصارت تذهب إلى الأسواق وتقول هل سمعتم ما قال مذمم لا تسميه محمد كانت تشتمه وتقول له مذمم هل سمعتم الدعوة التي يدعيها مذمم وكانت تقرد الشعر تقول شعرا بين الناس تقول مذمما أبينا ودينه عصينا وأمره أبينا مذمما وكانت تقول كلاما سيئا في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا النبي كان يتألم هذه المرأة هي زوجة عمي وهذه المرأة أيام شاركت معها الطعام ودخلت بيتها ودخلت بيتي وخطبت بناتي وجلسنا معا والآن بسبب الدعوة الدينية تفرق الشمل وصارت عدوة لي فربنا لما أنزل الآية قال ومرأة حمالة الحطب لماذا قال حمالة الحطب لأنها كانت تجمع الحطب وفيه الأشواك وتضعه على عتبة بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكي إذا خرج من بيته يتأدى بالأشواك وكل طريقه تأتي بالخدم والعبيد الذي كان عندها وتأمرهم بجمع الحطب فيه الأشواك وتقول لهم دعوه في طريق محمد أينما ول وارتحل يجد الأشواك في طريقه فجاء القرآن الكريم يقول ومرأته حمالة الحطب إنها تحمل الحطب وربنا سوف يعاقبها في النار في حطب وعدها أنها ستكون في نار شديدة فيها لهب وفيها حطب في جيدها حبل من مسد في عنقها الجيد هو العنق بمعنى سيعطيها الله تعالى جيد لهو سلسلة في العنق ويقال سبب هذا الكلام وهو أنها لما كانت تؤذي النبي الكريم وتجمع الخدم والعبيد وتقول لهم تفننوا في صناعة المكائد لمحمد كان يعوزها المال فكان عندها قلادة جميلة جدا وتقيلة كلها من ذهب مرصعة باللؤلؤ وكانت معجبة بها تظهر بها في الأعراس وفي الحفلات والمنتديات فقالت لأبي عنا هذه القلادة ولأصرفن تمنها ضدا على محمد وضدا على دعوته فباعت القلادة وصرفتها مالا وبدأت تصرفها على إداية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربنا عز وجل في جيدها حبل من مسد المسد والصورة تسمى صورة المسد تبت يد أبي لهب اسمها المسد الصورة ما معنى المسد وهي قلادة طولها سبعون درع سلسلة يعني أغلال يعني دمينة سلسلة وأغلال سبعون درع من الحديد الحامي أن الله تعالى توعدها بأنه سوف يطوق عنقها بهذا الحبل حبل من مسد من نار في عنقها يوم القيامة لأن ربنا يتحدث عن أهل النار والعياد بالله أن من بين الذين يعدبون أنهم عندهم عندهم حبال في أعناقهم مثل البهائم ويجرون ويساقون إليها سوقا أم جميل لما سمعت هذا الكلام أترى فيها وغضبت وقالت لأذهبن إلى محمد وأضربنه ولأرجونه بالحجارة فجمعت حجارة وذهبت إلى مجلسه وكان النبي الكريم أنداك مع أبي بكر الصاحب ومع مجموعة من الصحابة قبل قليل أقل من أربعين شخص الذين كانوا قد أسلموا والنبي الكريم بجانب سيدنا أبي بكر رضي الله عنه فقالت أين محمد أين محمد والناس يندهشون إنه معهم وسطهم بينهم بجانب أبي بكر أين محمد إني لا أراه وتعجب كيف لا تراه وقالت لهم والله إن رأيته وعاترت عليه لأرجمنه بهذه الحجارة كيف يجرؤ أن يسبني بهذا الكلام الذي يزعم أنه قرآن ثم انصرفت غضبة تولول وأبو بكر مندهش ومن معه مندهشين والنبي الكريم معهم فقال له يا رسول الله لماذا لم ترك لم تراك قال إن الله تعالى قد صرف بصرها عني الله تعالى صرف بصرها عني أما لو أنها قد رابتني بالحجارة لا صلت الله عليها ملكا يقسمها إربا إربا ولكن رحمة بها ربنا عز وجل عفى عنها وصرف بصرها عني هذا الكلام الذي نزل على هذه المرأة لم يزد إلا تعنتا وإلا عداوة للقرآن وللدين فكان النبي المصطفى صلى الله وسلم يبدل كل جهده من أجل أن يتودد إليهم لعلهم لعلهم يسلموا لأنه دمه ولحمه وعائلته لكنهم رفضوا ربنا عز وجل فيما بعد ينزل آية ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا هذا التهديد بالنار والتهديد بالعداب كله كله تخويف لأن الأصل في رب العباد أنه الرحمن الرحيم كتب ربكم على نفسه الرحمة الله لطيف بعباده هذا هو الأصل لكن حينما يتحدث الله تعالى عن النار وعن العذاب وعن الوعيد إنما تخويف لأن الإسان إذا خاف قد يرتدع ويرجع كما قال تعالى ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا رغم أن هذه الآيات جاءت شديدة كده المفترض عن أبي لهب أنه يخاف ويرتدع ويطلق العنى لعقله وفكره لكي يسمع هذه الدعوة وما هي مبادئها وما هي أحكامها وسوف يجد أن تنسجم مع الفطرة وفيها مصلحة للمجتمع وللواقع وللحياة لكنه رفد فربنا عز وجل أقر بأن مأله إلى بوار وبقي أبو لهب دوما في محاربة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أدركت الوفاة متى توفي وفاته كانت يوم السابع بعد غزوة بدر الكبرى لما وقعت غزوة بدر الكبرى في المدينة المنورة بعد 14 سنة من الدعوة سيرجع الكفار والمشركون منهزمين في غزوة بدر الكبرى وكان أبو جهل لم يشارك في المعركة لأنه كان مريض وشيخ هرم وقد أصيب بمرض شديد مرض طعون وبقي هناك الناس انشغلوا بالغزوة غزوة بدر وبقي وطريح الفراش ويتألم بالطعون الطعون يأكل لحمه يأكل لحمه والعيد بالله حتى توفي حينما مات مات وحيدا وبقي في خيمته بعد الثلاث أيام انتبه الأهل والأقارب بأنه قد مات ورائحته كريهة شموا راحة كريهة فأرادوا أن يتخلصوا من الجد فلا أحد يستطيع أن يقترب منها لأنها كانت تتحلل فحفروا له حفرة ودفعوه بعمود حتى وصل إلى الحفرة ورموه فيها ثم ألقوا عليه الحجارة وأغلقت صفحة اسمها أبو لهب ولم يقدر له أن يسلم وربنا عز وجل كان بالإمكان أن أبا لهب يسلم لكن الله قرر بأنه لن يسلم وهكذا حصل مات وزوجته أيضا ماتت موتة شنيعة وطغيت صفحة أبي لهب وامرأته وفقرة سمى ومريئته ومريئته حملة الحطب أصغيرا لها انتهت وبقيت الدعوة الإسلامية قائمة وقد مر عليها الآن خمسة عشر قرنا ولا تزال في قوة وفي إشعاع وفي تجدد فهذه الصورة أيها الأحباب الكرام تسمى صورة المسد فيها هذه المعاني وهذه العبر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعناه اللهم أمين يا ربي يكرم السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله